اشتركوا في القناة من الأحكام التي ينبغي المسلمين أن يتعلمها هي الأحكام المتعلقة بالزكاة خاصة أنها أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام والتي كان يسميها بعض العلماء بأخت الصلاة لأن الله قرن بينه وبين الصلاة في أكثر من ثمانين آية في كتابه مما يدل على فضل الزكاة وشرفها ومنزلتها عند الله تبارك وتعالى ومسائل الزكاة مسائل حقيقة كثيرة ومتشعبة وقد طرأت في هذا العصر بعض النوازل المتعلقة بالزكاة مما يحتاج الإنسان معه إلى معرفة هذه الأحكام والوقوف أيضا عند حكم كل نازلة من هذه النوازل حتى يعبد الإنسان ربه على بصيرة ويتفقه في دينه كما يريد الله عز وجل منه كما في قوله ليتفقه في الدين ومن أحكام الزكاة ما يتعلق في إخراج الزكاة أو وقت الزكاة يجب أن نعلم أولا أن الزكاة عبادة من العبادات لها شروطها ولها كذلك أيضا هذه الزكاة لها أحكامها الخاصة بها ومن هذه الأحكام المتعلقة بالزكاة أنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر الزكاة عن وقتها لأن في ذلك تأخير لحق الفقراء والمساكين والغارمين وأهل الزكاة الآخرين وهذا أمر ليس لأحد أن يتساهل فيه بعض الناس للأسف تجده يخرج الزكاة متى ما ذكر أو أحيانا يخرج الزكاة متى ما طرى عليها أن يخرجها أو متى ما تفرغ لذلك أو متى ما انتهت تجارته هذا كلها لا تجيز الإنسان ذلك التصرف أبدا اليوم واحد مننا مثال معاصر نعيش في حياتنا لو واحد مننا اليوم تأخر راتبه يوم واحد لأقام الدنيا ولم يقعدها فما بعد أن اليوم نؤخر حق هذا الفقير ليس ليوم ولا ليومين ولا لأسبوع بل لأشهر بل ربما بعض الناس نسمع أنه جلس عشر سنوات لا يخرج الزكاة هذا تفريط ولذلك نقول هذا الإنسان يعني بماذا يواجه الله عز وجل إذا توفاه الله وهو مفرط في إخراج هذه الزكاة للفقراء لا شك أنه مثل هذا إثم عظيم وتساهل كبير يأثم عليه الإنسان ويؤذر كذلك عليه ومن الأحكام المتعلقة في إخراج الزكاة ووقت الزكاة تقديم الزكاة ومعنى تقديم الزكاة يعني أن يقدمها الإنسان قبل وقتها وقد تدعو الحاجة في بعض الأحيان إلى تقديم الزكاة مثل أنا مثلا حول زكاة في رمضان فبدل أن أخرج في رمضان أرى أن هناك حاجة ماسة مثلا لإخراج الزكاة قبل ذلك اليوم مثلا الناس انقطعت بهم السبل وأصبح عندهم هذا الضيق والشدة مثلا خاصة في زمن الأوبئة وانقطعت الأعمال وبعض الناس انقطعت رواتبهم فمن المصلح اليوم أن يعجل الإنسان بالزكاة لأجل تدارك هذا الوضع الاقتصادي المتأزم الذي أثر في كثير من الناس ففي مثل هذه الحالة نقول هنا في مثل هذه الأحوال الواجب على الإنسان أنه يعرف أيضا نقول وقت الزكاة وإذا أراد أن يقدمها فإنه مما يجوز له ذلك والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس عمه أن يعجل زكاة سنتين في سنة واحدة وهذا حقيقة فيه منافع عظيمة فيه تنفيذ كرب وتفريج هموم وقضاء حوائج الناس لكن تعجيل الزكاة يجب أن يكون مقرونا ببلوغ هذا المال النصاب قد يقول إنسان طيب أخرجت الزكاة اليوم ثم وقتها الأصلي في رمضان زادت الزكاة يعني بمعنى أنني أخرجت أقل نقول تدفع الفرق الناقص هذا وإذا كنت قد دفعت أكثر فجاء رمضان وإذا بك قد دفعت قبل ذلك أكثر من زكاتك الواجب عليك ففي هذا الحال نقول ما زاد على القدر المخرج يعتبر صدقة لك وأنت مأجور عليها بإذن الله عز وجل مرحبا بكم إخواني و أخواتي ولا زلنا وإياكم حول مسألة مهمة وهي متعلقة بإخراج الزكاة و قلنا أنه لا يجوز الإنسان أن يؤخر الزكاة لغير عذر ولا سبب قد يقول إنسان ما هي الأعذار التي تبيح للإنسان أن يؤخر الزكاة نقول هناك أعذار من ذلك مثلا انتظار محتاج يعني أنت اليوم تريد أن تعطي الزكاة لفلا من الناس لكن بحثت عنه فلم تجده و أخبرت بأنه سيأتي بعد أيام هذا جائز أو إرسال الزكاة إلى بلد آخر لكن لا يتهيأ لك في الظروف الحالية إرسال الأموال ممكن هناك مثلا حضر معين منع معين شركات مغلقة الحدود مغلقة خاصة في أزمنة الوباء و كذا ففي هذه الحال نقول اعزل هذه الزكاة عن مالك و لك بإذن الله عز وجل يعني تكون بإذن الله قد أبرأت ذمتك بذلك أيضا من المسائل التي يسأل عنها بعض الناس و هي قضية تقصيد الزكاة كيف تقصيد الزكاة يعني أنا أعرف أسرة محتاجة لو أعطيتهم المال مرة واحدة نفترض المال مثلا ألفين دينار أعطيتهم مرة واحدة ربما أدى ذلك بهم إلى الإسراف و إلى التفريط و إلى كذلك استهلاك المال كله حتى يأتي الشهر الذي بعده فلا يجدون شيئا إذن في مثل هذه الأحوال و الظروف ماذا يفعل الإنسان هل يجوز له أن يقصد الزكاة نقول نعم ذكر العلماء أن تقصيد الزكاة جائز بشروط الشرط الأول أن تعزلها عن مالك لا تخلطها بمالك لأنه ممكن يتوفاك الله عز وجل ولا ندري أين الزكاة وأين مالك فإذن لا بد أن تعزلها إما في حساب مستقل أو في صندوق مستقل الثاني أن تشهد عليها تجعل على ذلك شاهدين مثلا أن المال هذا الموجود في الحساب الفلاني أو في البنك الفلاني أو في الصندوق الفلاني هذا مال زكاة حتى لا يأتي الورثة بعد ذلك ويدعون أن هذا المال ما لهم فيأخذونه ويمنعون الفقير كذلك من حقه هذا أيضا من الأحكام المتعلقة بالزكاة ثم أيضا الشرط الثالث أن لا يمضي على تقصيد المال سنة كاملة يعني تقصدها بحيث لا يزيد على سنة كاملة ما تخرج مثلا والله زكاة كعشرين أل دينار وتقول والله هذه أجعلها على مدى خمس ست سنوات لا نقول إذا كان يزيد على سنة فإن الواجب أنك تنفق هذا المال في وجوهي ولا تبقي فهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن يهتم بها الإنسان وأن يرعيها وهي قضية اليوم مراعاة هذه الشروط الثلاثة في مثل هذه الحالة أيضا من المسائل المتعلقة بإخراج أو وقت الزكاة هو أن بعض الناس يختلط عليه الأمر في إخراج الزكاة فيحسب بالتاريخ الميلادي وهذا من أكبر الأخطار التي يقع فيها بعض الناس والواجب على الإنسان أن يخرجها بالتاريخ الهجري وهو الذي تعلقت به الأحكام التاريخ الهجري القمري العربي لأن التاريخ الميلادي لا يرتبط به حكم من الأحكام أبدا الشرعية ومنها إخراج الزكاة ثانيا أن التاريخ الميلادي كلنا يعلم أنه إذا وقت الإنسان على التاريخ الميلادي معنى ذلك أنه سيؤخر الزكاة في كل سنة أحد عشر يوماً وكما ذكرت في المقدمة أنه لا يجوز أن يؤخر الإنسان الزكاة ساعة واحدة فضلاً عن يوم فضلاً عن أحد عشر يوماً فهذا من الأمور المهمة لذلك من الضروي جداً يضبط الإنسان حول زكاة بالأشهر العربية أول رمضان أول عشر أو آخر أول ذي الحجة أول محرم بهذا يخرج الإنسان الزكاة والله الحمد دون أن يكون قد قصر في إخراجها عن وقتها أو فرط في إيصالها إلى أهلها ألقاكم بإذن الله حلقة جديدة من برامجكم ليتفقهوا في الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر